يعني اعتقد رضا عبد العال عنده مشكلة كبيرة اصلا في فهم كلمة موضوعية لانه هو عنده انحياز وانحياز واضح وصريح ضد النادي الاهلي على طول الخط وفي اي موضوع وانا ما عنديش مشكلة انك يكون عندك حالة تحكمية تجيب رأي خبير تحكيمي تدلل على اللعبة بيها حقك اصلا احنا جماعة هنا مش بنرد على الناس في البرنامج عشان نصادر عليهم اللي فاهم كده يبقى فاهم رساية الاهلي خط احمر غلط احنا دايما بالرد على اللي بيتجاوز ده بيتجاوز فكرة انه بيقول رأي وبيبدأ يصدر احكام مطلقة وعلى رأسهم فعلا رضا عبد العال فكرة ان النادي الاهلي لازم يكسب فكرة هو النادي الاهلي ما ينفعش يخسر فكرة دايما تصوير النادي الاهلي وكأنه بيكسب عندون حق او بغير وجه حق هنا دي المشكلة هنا ده اللي غير مقبول انه هو يبدأ يطرح احلاميا لان فعلا لما خسرنا دوريين هل جاء رضا عبد العال قال ان النادي الاهلي كان بيظلم تحكميا هل عمل زي خط احمر ما عمل وبجدول النقاط كده وبالحالات وبقراء الخبراء التحكميين قلنا ايه النادي الاهلي اتظلم فيه بعدد النقاط وفريك اللي خد الدوري والزمالك اتجامل فيه بعدد النقاط وصلنا لاستنتاج بقراء خبراء التحكم ان النادي الاهلي السلبة من بطولة دوري لا وقت ما بتتظلم هتلاقي رضا عبد العال ساكت ليه بقى بيتكلم دلوقتي لأنه هو طول الوقت عايزك تتظلم فلما تسمع كلام رضا عبد العال تسأل نفسك سؤال هل الشخص ده بيبحث عن عدالة هل هو فعلا صاحب عدالة ولا بيتكلم عن العدالة طب لو هو بيتكلم عن العدالة ليه في الأوقات اللي كنت بتظلم فيها ما كانتش بياخد صفك لأنه هو لا يبحث عن العدالة هو يبحث أنه طول الوقت يحاول يقول كلمات عن نادي الأهلي وأنا هنا يا جماعة بقول اللي بيحصل ده كفاية فكرة التشكيك في النادي الأهلي بكلام مطلق والتقليل من نادي الأهلي ده لا يستحقه النادي الأهلي من رضا عبد العال ومن هم على شاكلته لأن الناس النهار ده زعلانة من تصريح في أحد القنوات لأحد الإعلاميين في السعودية وهو بيتكلم عن فكرة الدور المصري والكرة المصرية ما هو أنت عندك ما تبقى آخر 22 سنة أو 23 سنة من هيبة الكرة المصرية وأن أنت تعرف ترفع رأسك دي على مستوى الكرة المصرية هو النادي الأهلي وأنا بتكلم ورقة أو ألم مش بتكلم أن إحنا الاتنين حلوين وإحنا الاتنين كويسين وإحنا الاتنين جمال وحب حبيبك وحب صاحبك أنا بكلمك في كرة بكلمك أن فيه فريق اسمه النادي الأهلي هو اللي شايل سمعتك ككرة مصرية قرياً وعالمياً آخر 23 سنة لوحده بدراعه حرفياً يروح إفريقيا يروح كاس عالم للأندية من غيره أنا بقولها لك فعلاً ما كنتش هتعرف تكلم حد بفرق شمال أفريقيا عن فوز وخصارة ما كنتش هتقدر ترفع عينك في وش حد ما كنتش هتتكلم عن هاليات سعودي بتروح تكسبه بربعية ما كنتش هتتكلم عن ست نهايات بتلعبهم في آخر سبع سنين لدورة أبطال أفريقيا بتاخد طلب بطلات ما كنتش هتتكلم عن ثمن مشاركات في كاس عالم للأندية للنادي الأهلي هو ده وينيجي نلاقي رضا عبد العالوة أمثاله بيبدأوا يصدروا الصورة دي يا جماعة الموضوع ده أنت بتضرف قوتك النعمة رياضية كل واحد يقول رأيه والنادي الأهلي مش محصن أن حد ينتقد عسيمة ولكن ينتقدني بمعطيات ده اللي احنا بنقوله إنما مش تطلع تتجنى علي وتطلع تقول أحكام مطلقة وتطلع تصور إن أنا بتجامل وفي النهاية زي ما أنت قلت فين الرأي